وليوم اعلن الاتحاد المصري او قدم الاتحاد المصري للكابتن الكبير كابتن اهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر في مؤتمر صحفي اقيمة زهرة اليوم اليوم خلاص رسميا الكابتن اهاب جلال مدير فن المنتخب مصر كلام على فكرة انه الاتحاد رجع في كلامه كلام عن ان الكابتن اهاب جلال رجع في كلامه كلام ان الرجل مش هيدرر منتخب مصر كلام انه ممكن يبقى فيه مدير فني اجنابي كلها اشعاعات وكلام كان بيتقال الفترة اللي فات اليوم خلص خلص الكلام كابتن إهاب جلال هو المدير الفني المنتخب مصر الأول لمدة عامين ندعم الكابتن إهاب جلال نساند الكابتن إهاب جلال ننتقد الكابتن إهاب جلال لما يلعب ويقدم مباراة مش كويسة نقول فنيا في مشكلة نقول فنيا في مشكلة عادي زي أي مدر في العالم وده اللي قلت رحالكم مبارح لما كنا نتكلم عن المسلماني بيب جورديولا بننتقده بيب جورديولا بننتقده يورجان كلوب بننتقده أنشلوتي بننتقده أعظم مدربين في العالم وإحنا عاديين هنا في بلدنا بنقول أصل المدرب دا لو كان ننزل فلان أو شال فلان أو حط فلان كان يبقى أحسن فأي مدرب ينفع انتقاده زي أي لاعب ينفع انتقاده بس انتقاد كورة ونقول رأينا ورأينا وبس بمعنى إنه الراجل النهاردة ما بين السطور تكلم على فكرة إنه عنده بعد شهر مباراة في تصفات كاس النوم الأفريقية وبالتالي هيعتمد على لعبين أساسيين أو كانوا موجودين الفترة المضائية وقال جملة مهمة جدا إنه هيبني على اللي فات وأنا احترم الناس اللي تتكلم بالطرية دي مش يقول إيه الفترة اللي فاتت كان فيه أزمات وكان فيه مشاكل والمنتخب كان سيء والمنتخب مش عارف إيه وأنا استلمت تركة صعبة وربنا يقدرنا على النجاح لا وقال لك أنا هكمل ما تم تقديمه الفترة المضائية من نجاحات صح دا كلام محترم ابني مش ييه بقى يقول لك إيه لا 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 استنى بقى كل اللعبة اللي كان بياخدوا أكاروس كروش ده مش عايزهم ده اللعبة دي مش كويسة أنا عندي لعبة تانية في دماغي من حقه طبعا يختار عناصر جديدة تدعم أفكاره تدعم طرق لعبه من حقه لازم يعمل كده بس ما تهدش المعبد ما نبنيش من الأول زي ما بنعمل كل مرة ييجي مدرب يقول لك اللي فات ده كله كان وحش أنا عندي حياة جديدة فتطلع وحش فييجي اللي بعده يقول لك السودة كل فات ده وحش فانيبدأ من الأول لا كمل كمل المشوار المهم أنا حالك تبقى فاهم إن الراجل ده صاحب فكر الراجل ده صاحب وجهة نظر له طريقة لعب كلنا عارفين وإحنا متابعين الكابتن إعاب جلال مع كل بصماته مع كل الفلع اللي دربها إن له أسلوب خاص أسلوب من حبه فيه بنا لعب من تحت فيه هجمات منظمة فيه لعب على الأرض حاجات اللي احنا منحبها في الكورة الراجل بيعملها بس ده مش هيعمله من يوم وليلة ده مش هيعمله من أول معسكر ده مش هيعمله من أول تدريبة ده مش هيعمله من أول مباراة ده مش منطق يعني لو لو قدر الله لقيت أول مباراة لمنتخب مصر مش حلوة آه تحدي الكورة اختار غلط كابتن إعاب جلال ما كانتش ينفع يدرب منتخب مصر كابتن إعاب جلال الاختيار خاطئ ده كلام مش مظبوط حضرتك لو رحت اشتغلت موظف في بنك شوف أنا بقلل الموضوع قوي يعني ببسط الموضوع قوي عشان تبقى الدنيا سهل لو حالك اشتغلت موظف في بنك أول شهر وانت قاعد على مكتبك بيبقى عندك أخطاء بيبقى عندك مشاكل ما بتبقاش فاهم الشغل كله علاقتك بزمالك ما فيهاش وده وصحبية عشان يساعدوك فيه تفاصيل كثيرة في أول شهر شهرين عشان انت لسه بتتعود على شغل جديد انت بتستلم منتخب مصر بتستلم كوام لعبين بيلعبوا مع بعض كل واحد بيلعب في فريق انت مش معك فرقة كل يوم بيلعبوا مع بعض لأ انت مش تشغل مع منتخب بتاخد واحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا وبتبدأ تخليهم يلعبوا مع بعض عشان تحط لهم بقى أفكارك عشان تحط لهم طرق لعبك محتاجة وقت هلازم الصبر لازم الصبر ان شاء الله الصبر مع نجاح مش لقدة الله مع أي إخفاق بس نصبر ما نقولش لأ وبعدين فيه نقطة مهمة جدا فيه ناس بتحب تمسك في وجهة نظرها اللي هو إيه هو دلوقتي بيقول أنا شايف إن اختيار الكابتل إيهاب جلال اختيار خاطئ فيفضل بقى طول المشوار عشان يزبط وجهة نظره الراجل يعمل حياة كويسة ما يعملش حياة كويسة امسك فيه وقول لا لا ده ما ينفعش ده مش كويس ده اختيار خاطئ عشان تفضل طول الوقت تقول إيه أنا كان رأي صح أنا اللي صح أنا اللي مش عارف أنا اللي قلت وأنا اللي بفها بحسن من أي حد قصة مش كده قصة ده مدرب منتخب مصر يعني سواء أنا أو حضرتك على فكرة وأنا ده كان رأي معلن في البرنامج أنا قلته أكتر من مرة أنا كنت بميل لفكرة المدرب الأجنبي أفكاري جابتني لكده بس أنا مش شايف إنه تعيين الكابتن إيهاب جلال قرار خاطئ بس أنا بميل وجهة نظري بتميل المدرب الأجنبي زي ما حصل في اجتماع اتحاد الكورة كان فيه ناس ميالة إن المدرب الأجنبي اللي يمسك منتخب مصر زي ما احنا في الشارع زي ما احنا على الأعوى زي ما احنا في بيوتنا بنوض نختلف ونتفق مع بعض من الأحسن لمنتخب مصر كلنا بنحب منتخب مصر فكل واحد عنده وجهة نظر كل ده بقى حطه على جنب خلاص رأيه ورأيك ورأي غيري حطه على جنب دلوقتي كابتن إيهاب جلال هو المدير الفني لمنتخب مصر الأول ندعم ونساند وربنا يكرمه